مجددا يشهد المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن أزمة خانقة في الوقود دون سبب واضح ولا مبرر يكشف أسباب انعدام المشتقات النفطية في السوق المحلية بعد أن ارتفع سعرها ليتجاوز 7000 ريال للعبوة الواحدة سعة 20 لترا الخاص بيع من 7500 والحكومة ما بيش بترول وتكلموا على صنعاء يشكل مواطنون في مدينة عدن من عدم اهتمام الجهات المختصة بتلبيات احتياجاتهم الملحة من تدهور للوضع الاقتصادي إلى غياب الاهتمام بالقطاع الصحي والتعليمي وهو من عكس أيضا على سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفاقما من أزمة الوقود التعد أحد معوقات الحياة التي يصعب جديا التعامل معها فاقمت أزمة الوقود المتكررة من معاناة المواطنين في ظل تجاهل حكومي لوضع حلول تنهي معاناتهم ووضعهم المعيشي المتردي وانعكست سلبا على حياة الناس في تحركاتهم اليومية بشكل مباشر حنين جمال بالقيس عدد ترجمة نانسي قنقر